تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو وانتوما في أحسن الأحوال ان شاء الله بحول الله وقوتي معايا اليوم وهتصغر بانيا للحسد الناس اللي عندهم الحسد الشديد الناس اللي عندهم طاقة الحسد هذك الحسد اضطر لهم على حياتهم الحياة كانت عنده مزدهرة ولكن توقفت في الحين الحسد والعين الحسد والعين لهم طاقة سلبية تدمر الحياة وتقدر أن الإنسان يتصب بأمراض أو يتصاب بفقدان فقدان المال أو فقدان الصحة أو فقدان الشعر أو فقدان الجمال الحسد هو طاقة طاقة من نفس أمارة بسوء تتمنى لك زوال النعم إذن الناس اللي عندهم الحسد الشديد هنعطيكم علامات ونعطيكم علامات العين العين القوية لتتأثر على الإنسان درجة أنه يقدر يتصاب بمرض هو ما مريدش هو غير أنه عنده طاقة ديال العين الحاقدة الباغدة كين العين المحبة العين المحبة تتأثر العين المحبة ديال الأم أو ديال الأخ يباركش ما تيقولش تبارك الله ما شاء الله أي واحد عزيز عليك وكان أي واحد كان عزيز عليك وكان بسم زيان أو عجبك قولي بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله إذن البسم الله هي حصن حصين والآية الكرسي هي حصن حصين ولكن اليوم معنا واحد وصفة اللي غد نحيدوا بها العين الحاقدة والتابعة العين تابعة العين والتابعة العين الموروط أو الحسد الموروط تيكون عندك حسد تحاجة من أجحة فيها تتقولي بأنني عندي طاقة سلبية أنا ما تنجح في تحاجة أنا ديما مريضة تنخف من كل شيء لأنني دائما بتواصل مع النحس النحس يجي من العين والحسد إذن صلوا كاملين على سيد الخلق وخلوا لنا التعليقات باش نزيدوا إن شاء الله للقدام ونزيدوا طاقة إيجابية إذن الوصفة ديالي ديالي هي بالنافع النافع يا النافع اللي تترد العين بالمدافع النافع هو طاقة إيجابية لقرد لقرد الحسد ولكن مع آية من القرآن الكريم من صورة القلم إن شاء الله غد نعطيها لكم لأنكم غادي تدروها بالنية اللي غادي إن شاء الله تحيد لكم الطاقة الحسد والعين إذن معنا صورة من القرآن ومعنا آية من القرآن الكريم اللي غادي إن شاء الله تبطل لكم كل حاجة أترات لكم في حياتكم إذن معنا هذا الصغر اللي غادي نعطيها لكم ولكن خدوها باهتمام ووصفة رخيصة وتقدر تكون عندك في البيت النافع النافع هو هذاك النافع ما حبة حلاوة تكون الحبيبات ديالها أرقاء خدو حبة حلاوة هي زرعة البسباس أو لينسون أو المهم كل واحد كي بشين طاقها في البلد دياله إحنا تقولو النافع يا النافع يلي تترد العين بالمدافع إذن قول قديم قول دي النساء قدام كانوا ناسي بخروبي في الأعراس في المناسبات في أي حاجة كانوا نحطوه النافع حتى في الأكل ترميو في الخبز تديرو في الخبز إحنا كنا نحطوه في الخبز الحلوغ إذن النافع هو حتى الناس اللي عندهم القول العصبي رائع لهم الناس اللي عندهم الحسد وتمركز لهم القول العصبي أو عندهم عندهم السحر المأكول يدوموا عليه كل صباح وغادي إن شاء الله صالح السحر المأكول صالح الحسد صالح العين والسحر السحر يلقرنا لي آية إبطال السحر غادي يتبطل السحر بإذن الله لواحد القهار إذن غادي ناخد واحد الكمية كل ليلة نتبخ واحد الغلي صغير اللي في جوش كسان اللي غادي نتناوله صباحا ومساء على نية الشفاء على نية الشفاء كأس غادي نصفي كأس ديال كأس من هدك المحلول ديال نافع نقرب لكم محلول النافع إذن النافع يا النافع ياللي ترد العين بالمدافع والمحلول دياله هو دياللي تبخت تنشربوه في المنزل رائع وأكثر من رائع إذن غادي ناخد الكأس بعد ما صفيتوه غادي ناخد النافع أول حاجة غادي ناخد جوج معالق وغادي نغسلهم مزيان من طراب وغادي نوضعهم في كأس رونا ديال كأس رونا إن شاء الله ونضع فيه ثلاث كؤوس ديال الماء وغادي نتبخوا جيدا غادي يبقوا جوج كيسان غادي يبقوا جوج كؤوس كاس اللي غادي نشرب الصباح وكاس اللي غادي انتليه الوقت اللي يمشي أولا غادي تقرأ عليه هات القراءة غادي تقرأ عليه البسملة الشريفة 19 مرة وتصلي على سيد الخلق 19 مرة لفتح النصيب في كل شيء وفتح كما يقولوا دات ديالك إلى الخير وإلى الشفاء البسملة الشريفة 19 مرة وصلي على سيد الخلق 19 مرة غادي نقرأ صورة الفلق صورة الفلق سبع مرات وهذه الآية سبع مرات بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بعد ما نقرأ ونفت نقرأ ونفت نقرأ ونفت ولكن صورة الفلق قرأوها سبع مرات ومنصوص العقد كروا العقد ثلاث مرات باش ربي يحلكم العقد ديال العين وديال الحسد وديال الطاقة السلبية اللي دخلت الجسد ديالك وعطاتك إشارات ديال المرض إشارات ديال العياء إشارات ديال الركب إشارات ديال أنك عندك طاقة سلبية إذن تمنوا أن ربي سبحانه وتعالى يشافيكم الناس اللي عندهم السحر المعقول نقرأوا عليه نضيف آية آية ديال إبطال نقرأها سبع مرات نضيفها إلى الكأس ونشرب آية أي آية ديال إبطال أول حاجة تنقرأوا قال موسى ما جئت ثم بالسحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلحه عملاء المفسدين المفسدين هذه من أقوى الآية اللي سنحط أنا وسبحان الله لها طاقة إيجابية قال موسى ما جئتم بالسحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلحه عملاء المفسدين ربي سبحانه وتعالى المفسدين مع أمر يصلح حالهم إذن ونفت تقدري هذيك هذيك المحلول اللي هذيك المحلول اللي تبغتي تصفيه هذي البقايا دياله وتلوحهم وتقرأي عليه في الليل تأخذي كأس في الليل وصباح تشربي كأس على الريق بدون متفطري قبل متفطري خاصك تشربي على الريق ولكن من تمشي تنامي تشربي كأس بحالة هي إي رأسك للصباح تيكون عندك واحد ترددات رائعة في الجسد ديالك غادي يخرجوا لك غازات غادي تحسي بالبطن ديالك تيدير أصوات عارف بأن العلاج بدأ الناس اللي بغين الشفاء وعندهم عندهم مشاكل في الركب ديالهم أغلبية الحسد والعين تيتمركز في الركب في الركاب وفي القدمين التحت هذوك هي العين الحاقدة تتحسي بأن كيرج تقال عليك إذن الوسرة ديالي هي للسحر والحسد والعين العين الحاقدة الباغدة العين اللي ما تتبعيش لك الخير وعيتي ما تجري عند الأطباء تيقولك ما عندك هوالو وغير الحسد إذن الحسد الشديد تمرد تيعطي طاقة سلبية تيطيح الشعر حتى الشعر يطيحه لك وانت في دهول في صحتك وتغادو تضعافي كين اللي غادو تغلاد وكين اللي غادو وتضعاف إذن الوصفة رائعة دومي عليها شح لقدتك الدومي عليها على الأقل الأسبوع الأول دومي عليها طيلة الأسبوع أسبوع الثاني دومي عليها ثلاث مرات وغادي تحسي بالفرق أسبوع الثالث دومي عليها جوج مرات في الأول أسبوع في آخر الأسبوع ودومي عليها وطرطجيها مع أصحابك ومع أحبابك لأن هذه الوصفة من أقوى الوصفات يحتاجها كل بيت وفي نفس الوقت كين الناس اللي عندهم مشاكل في البيت بصداع المشاكل انتبخد النافع والرش به البيت بالكامل بعدما انقرأ صورة الفلق وانقرأ عليه الآية وإن يكادوا الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكرى ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وغادي نقرأ آية الإبطال قال موسى ما جئتم بالسحر إن الله سيبطله وحاولوا ترشوا بها ادروها في بخاخ ادروها في بخاخ وحاولوا أنكم ترشوا بها البيت بالكامل ترشوا بحل هكا المحلول اللي ديري نحنا يا في البيت بحل هذا ها هو غادي ترشي البيت بالكامل البيت ترشيه بالكامل إذن هاد البخاخ ها هو غتحاولي أنك ترشي البيت بالكامل إذن البخاخ ديروا فيه هاد الكأس وتقرأوا عليه وترشوا البيت بالكامل ثلاث أيام ناس اللي عندهم الحسد وعندهم مشاكل ديال صداعوا المشاكل في البيت ناس اللي عندهم إصابات العين شددهم في العتبة وفي ولاد وفي الصحة حتى الولد من تديريه وولدك معطل على العمل يحيد الملابس دياله ودخل الغرفة دياله ويرش الجسد دياله بالكامل يضيف ليه المسك الأسود ولا الأبيض ويرش الجسد دياله من الفوق إلى الزحت إذن الوصفة ديالنا اليوم رائعة وأكثر من رائعة غير خليوا لنا لايك ودعمونا والوصفة اللي جايين غير يكونوا إيجابيين ويعطوكم طاقة إيجابية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة